بين يوم وآخر تتعرض السيادة العراقية إلى الاختراق والاعتداء من قبل دول مجاورة وأخرى صديقة ترى في النظام السياسي حليفا لها بالمنطقة وعلى الرغم من تواصل خطوط السياسة في العراق مع طهران وواشنطن إلا أن ذلك لم يمنع هذه البلدان من ممارسة الاعتداء المتكرر على أجواء وأراضي العراق ما إن شرعت القوات الأمريكية بضرباتها على أهداف ميليشيات إيران داخل العراق حتى انبرت حكومة البلاد منددة بانتهاك واشنطن السيادة الأخيرة تقول إنها أبلغت بغداد بالهجمات فمن يكذب على من؟ مرجح أن يكون استنكار السلطات في العراق شكليا إسقاطا لواجب التنديد بفعل اعتداء خارجي لهذا لا يؤخذ كثيرا على محمل الجد كما حصل في استنكار ضربات إيران لأهداف مدنية في أربيل في العراق كما هو معروف دور السفيرة الأمريكية والسفير الإيراني يتجاوز الأعراف السياسية والدبلوماسية وغير دستورية تتعارض مع مهام السفير حالات خرق السيادة أو التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي للعراق تتكرر وأغلبها تنضي دون حسيب وبحسب معطيات عشرين سنة من أحداث العراق تؤكد أن هناك تخادما إيرانيا أمريكيا على حساب العراق أبقى الأخيرة في ذيل قوائم الدول الأكثر فسادا وفقرا وتخلفا ترجمة نانسي قنقر